الأعياد اليهودية مناسبة صهيونية لدفع عجلة الاستيطان ما تسمى بالإدارة المدنية قدمت دعوات علنية للمستوطنين لاستباحة الضفة الغربية والاستمتاع بالينابيع والمزرعات والطبيعة الدعوات شملت زيارة مناطق أثرية وطبيعية في الضفة الغربية أهمها البحر الميت وجبل جرزيم وموقع سباستيا ووادي القلط ومحميات طبيعية في الأغوار الشمالية يمنع الفلسطينيون من الوصول إليها ثمانمائة ألف إسرائيلي قبلوا هذه الدعوات وشاركوا في جولات استيطانية في الضفة خلال الأعياد رافق ذلك إطلاق العنان لاعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية وقطع الطرق وتقييد الحركة كما تكثفت الاقتحامات للمسجد الأقصى وإقامة الصلوات العلنية واستفزاز المصلين واعتقال حراس الأقصى والمرابطين والاعتداء عليهم مرحلة جديدة في تصاعد الاستيطان وفرض الأمر الواقع خطوات لا يقابلها أي رد فعل رسمي أو شعبي تقريباً ترجمة نانسي قنقر